على مر العصور نجح الذهب بترسيخ مكانته كأحد أبرز الأصول للاستثمار أو الادخار حيث حافظ المعدن الأصفر على قيمته خلال اضطرابات اقتصادية وسياسية عدة وكون ذهب بالأساس سلعة تباع وتشترى فإن سعره يتأثر بالعرض والطلب ففي حين تحفز الاضطرابات الاقتصادية الطلب عليه توجد عوامل أخرى تؤدي إلى تراجع أسعاره مثل ارتفاع سعر الدولار والذي يدل على ثقة أكبر من المستثمرين بأداء الاقتصاد العالمي وبالتالي بعضهم عن الملاذات الآمنة كالذهب لصالح الأصول ذات المكاسب المرتفعة أسعار الذهب سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2011 لتصل إلى 1920 دولار للأنصة خلال فترة الديون السيادية الأوروبية ثم عادت تدريجيا إلى مستويات تتجاوز 1100 دولار للأنصة وعلى مدى العام الماضي برزت عدد أحداث حفزت التداول على الذهب فعلى إثر نتائج التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الرابع والعشرين من يونيو 2016 نتج عن ذلك حالة من عدم اليقين الاقتصادي في الأسواق الأوروبية والعالمية وهو ما أدى إلى رفع أحجام التداول في الذهب بنحو 1400 في المئة في ذلك اليوم تحديدا تلت ذلك فترة بقي فيها الإقبال على الذهب مرتفعا وهو ما رفع سعره ثم أتى انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التاسع من نوفمبر 2016 وكان أحد الأحداث الأخرى التي زادت الطلب على الذهب ورفعت حجم التداول فيه بنحو 460 في المئة خصوصا مع إبقاء السياسات النقدية للاقتصاد الأمريكي على الدولار منخفضا وهو ما أدى إلى رفع سعر الذهب لأشهر عدة ومنذ بداية 2017 حافظت أسعار الذهب على مستويات مرتفعة تصل إلى 1300 دولار لكن أبرز الأحداث التي أثرت سلبا عليه وهبطت بسعره بشكل محدود كان رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لتسجل في يونيو الماضي أعلى معدلاتها منذ الأزمة المالية العالمية وهو ما حفز المستثمرين للإقبال على الأدوات المالية المقومة بالدولار مثل السندات والودائع التي توفر لصاحبها تدفقات نقدية على شكل فوائد بخلاف الذهب الذي لا يوفر لمقتنيه إلا مصدرا واحدا للدخل هو التغير في السعر ترجمة نانسي قنقر